هي الممثلة للأمم التحيدة في الجزائر لي كما تطبق علي المثل الذي يقول بيع القرد ضحك علي شريه ليست المرأة الجزائرية التي من مثل سيدة صالحي وغيرها من تصدق هذا الكلام نحن لنا برنامج نذهب به إلى ولكن شهدنا سيدة صالحي العديد من النساء وصلنا إلى مناصب كبيرة وزراء يعني حتى السيدة بن خليز كانت وزيرة سابقة العديد من الوزيرات في الحكومة المرأة دائما تحافظ على مكانتها في سلم المسئولية ونسبة الثمتيل لا تنكري بأنها ارتفعت في المجالس المنتخبة أجوف هو تمتيل أجوف نحن قلنا قلة قليلة التي سمح لها أن تصل إلى مناصب القيادة والريادة أما بالنسبة الأغلبية مثل العدد الآن في البرلمان لا يعني لنا شيء لاقا بل هو يعتبر تخذير للمرأة على أن يقال أمام العالم والله المرأة في الجزائر أصبح لها كتلة وأصبحت لها عدد كبير ارتفع هذا غير صحيح غير صحيح فلتأتي هذه السيدة هذه الآن نأخذها هي كممثلة الأم المتحدة ثقافتها تكوينها قدراتها أسواء كانت فطرية أو مكتسبة ونأخذ نحن إمرأة أخرى من برلمان غير القليلات التي قلنا عنهن بأنهن أهل هذه المهمة فتجد أنها لا علاقة لها بها طيب سريعا تتعود للسيدة سعيدة أنت تنظرين إلى الإصلاحات السياسية على أنها التي بدأتها السلطة كانت تحت الضغط الخارجي الربيع العربي نعم تحت الضغط نعم وتباركين الربيع العربي بما جاء به من نتائج وتدعية أنما أنا لا أبارك أحد أنا أقول أنه في الحقيقة انفجار عربي وليس ربيع عربي انفجار عربي شعبي شعبي خارس بدون تدخل خارج نسمح لي بدون تدخل خارج نعم هو انفجار عربي إلى كان أصلح فنقول الحمد لله وصلنا إلى نتائج أما إذا كان جاءت فيه ما يسمى بالانسهار ربما يصرى فيه انفجار حقيقي فنحن نذهب إلى فيأتي الفارج منه أو يأتي منه الانفجار جيد جدا سيدة بن حبيل السماتي الربيع العربي كان انفجارا شعبيا خالصا هذا أولا ثانيا المناصب التي تعطى إلى النساء في سلم المسئولية عبر الحكومات المتعاقبة أو في المجالس المنتخبة تقول سيدة صالحي أن تمثيل أجوف الهدف من ورائه خداع النساء والضحك على ذقونهن فقط أبدا أنا أعتبرها مع كل احترامي للسيدة صالحي يعني هذا شتم للمرأة الجزائرية قلت في البداية أن المرأة الجزائرية فرضت نفسها كيف تشتم المرأة؟ هي مرأة لا تشتم المرأة الجزائرية فيها من هي للفاتمن سومر؟ من هم الجميع؟ لماذا تذهبون إلى التاريخ في كل مرأة؟ لأن شعب يعني هناك اتفاق على فاتمن سومر نحن نتحدث الآن عن الحكومة الحالية كيف التعامل مع المرأة؟ لأننا نحن سليلات للفاتمن سومر وأنا أتشرف أن أأخذ العبرة من طرف اللفاتمن سومر من طرف حاسبة بن بوعلي من طرف الشبكات التي ذهبت ضحية للرهاب لأنها طالبة العلم والمجاهدات والشهدات غيرهم المرأة الجزائرية لم تنتظر قوانين وأكررها الانفتاح جاء قبل ضغوطات الربيع العربي هذا ما بين قوسين الربيع العربي الذي جاء خدمة لتنفيذ استراتيجية جاء ليفرز قربة الشعوب تحت فلطة الطغيان بالناتو في ليبيا وما خلفه التدخل للعسكري الناتو أي ثورة تقام بشعار وان تو تري فيفا ساركوزي وبرفع الريات الفرنسية رأيتها بعينيه مشيت للمستشفى المرأة اللي تزيد تجيت فلطة تسميه ساركوزي تقول لي ثورة نشوف الآن اليوم في الدقيقة الحالية يعني مصر هذا الشعب وهذا البلد الشقيق إخوان يتناحرون جماعة مسندين وجماعة ضد وفي قتله وجرحه شوف ليبيا كيف أصبحت شوف سوريا طيب الموضوع هو المرأة لكن المرأة جوزن ربيع العربي جاء للدفاع عن الرجل والمرأة معا أبدا العربي جاء ليجسد خطات صغيوني غربي لضرب وحدة الشعوب العربية طيب سيدة بن حبيل سألتك سؤال آخر من يمثل المرأة الجزائرية حتى نعود إلى الموضوع؟ ذكرتي مجموعة من النمائج المسدفة من يمثل المرأة الجزائرية؟ ذكرتي مؤتمر بيكين سيئة سمعة في سنة 95 من يمثل المرأة الجزائرية في سنة 95؟ وفدك فيه هل كانوا في المؤتمر يمثلنا نساء في الدوار والأريا في غيرهم؟ طبعاً كانوا نساء من ورقة كانوا نساء من تيزيوزو كانوا نساء من قسنطينا من وهران كان وفد ضخم وضربة بها كنا ما يقرب من 75 امرأة من مختلف الطيارات ومن مختلف المستويات وكنا صوت واحد هذا الذي ميز الوفد النسوي الجزائري كنا صوت واحد رغم ما كناش نعرفه بعضنا حاجة أخرى أحنا حالياً اللي يتمثل المرأة الجزائرية أنا أفتخر أن أرى السيدة سالحي بفضل الانفتاح الجزائري وبدون ربطة ربطة العربي أنها أصبحت رئيسة حزب وهذا شرف لي سيدة سالحي سمحك إلى هذا الكلام قبل أن تفتر بك رئيسة حزب قال بأن تصريحاتك هي شتيمة للمرأة الجزائرية وأنه من الأفضل أن تفتخر بالنماذج النسائية العظيمة في تاريخنا مثل فاطمان سومر وغيرهم بدلاً من الاحتفال بنساء اللواتي أن جبنا أطفالاً وأطلقنا عليهم اسم ساركوزي وغيرهم في طورات ربيلة أنا أولاً لم أشتم المرأة أنا أدافع عن المرأة الجزائرية المرأة الجزائرية لأنها المرأة الكفعة التي لديها أهلية سياسية محجوبة وممنوعة من هذه المناصب شكراً لها شكراً لها طيب ما تقطعينيش رجاءً سيدتي فهذه المرأة هذه أولاً نحن معلومة معروفة عندنا أن المرأة حيية في المرأة الجزائرية عندها حياة تحشم ما تقتحمش الأجوام الساحات عندها نوع منه ومش متكونة مليح مليح يعني لما عندها متعلمة أكاديمية نتلقاها عندها شهادات لكن الجانب السياسي متردى فيه فلما تشوف باللي هي راح تدخل في صراع مع عناصر أخرى ما يتلقش بيها ومش من مستواها الأخلاقي والعلمي وكذا فتبتعد ولكن هناك نمازج عديدة أنت رئيس حزب هناك رؤساء رئيسات حزب أخرى أخرى وتطرق ساحة أربع نساء أربع نساء رئيسات حزب لا أستطيع أن أوصل في فكرتي أما بنسبة لأن أقول ما لم أقول أن كل النساء منعن وإنما أنا صفيت قلت فيه قتلة قليلة جداً من النساء اللي عندهم كفاءة عندهم أهلية صلاحية التسير والقيادة والوصول إلى الوزارات طحيح أنا متى من أبيحو وأشيد بسيدة نورا جعفر نورا جعفر من الوزيرات اللوتي أثبتنا جدارة في العمل ومرأة محافظة ومحترمة وأم وزوجة هذا جميل ولكن أنا من أجيالي اللي تعاملت معهم كوزيرة وتعاملت معها وخدمت معها ووقيتها صهرة وتمشي للميدان وتخدم فأنا لا أمنع لا أنكر عليها هذا مستحيل فأنا أقول فقط أن العدد القليل جداً اللي فيه صالح قليل لي باش يكون متكاطر ومتواجد ممنوع لكن كي أنه آخر كثير لكنه غير صالح من هو هذا النوع؟ من هو؟ تحديداً المرأة المنتمية إلى قيام الإسلامي هذا ما تريدين التقليل يا صيدة مع أني قتلك نحن نختلف في الآراء ربما ولكن هؤلاء كان أمور لسنشهادات لازم ولهذا أنا حبيت نتكلم على ما هي المؤهلات المرأة باش تقدر توصل لهذه المناسب باش نقدر نصدر حل هل نشرحه كان في حديث نبوي شريف مهم جداً كان مفروض نشرحه باش الناس ما تأخذش الأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ضد المرأة وهذا عيب ونحن الحمد لله رأنا تعلمنا وقرينا الشريعة وهناك أيضاً أمثلة لنساء في التاريخ سواء تاريخ العالم كله وأيضاً في التاريخ طورة الجزائرية ولكن تحديداً مباشرة هل تريدين القول بأن المرأة ينظر إليها؟ نرد أن نكمل على السيدة لما كلمت قالت أي ربيع عربي دا نعم فأنا نقول بلي وأي نظام مش متأني نزكي أنا الطرق هذيك هذا موضوع آخر لازم له جلسة أخرى ولازم له نقاش أنا نتكلم على أي نظام وأي حاكم تقدر تقول عليه إنه ما هوش مجرم ما هوش صفاح يقتل الشعب نتاعه ويهدم وهي ضد النظام وهي أيضاً ضد النظام ضد جميع الأنظمة لا لا ما اتفقتوش هي أنه مسألة الربيع العربي أنت كنت قبل فترة في تركيا وسألتك استضفتك في برنامج سابق وضعتم خطة لإدارة المجتمعات العربية الإسلامية وقلت اقتصاد إسلامي والحفاظ على المرأة الإسلامية وقلتم الربيع العربي نعاوضه بعدما شاهدتم النتائج المخيبة للأمال بالانفجار الشعبي وهي نفس الفكرة التي أو الوصف لكن النتيجة ولكن أين النتيجة أين النتيجة وعندما تحدثين عن اقتصاد إسلامي وتعامل مع المرأة المسلمة وكذا يعني وجهة النظر الثانية هل هي وجهة نظر تتعارض مع الإسلام مثلاً والله يشوف طالما أي شخص يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يوصل لي وياسوم أنا يكفي برك إنه ما جاش أعلن قال أنا مش مسلم ما نقدرش نتخش أو ننقيس الإسلام مش من حقي هذا مش من حقي لكن نختلف في الطرق في الآليات في الطرح من المنظور كذا وكذا أنا من منظوري عندي نوع من التحفوضات مثلاً في العمل السياسي المرأة عندي نوع من التحفوضات عندي نوع من الممارسات خاصة نشوف هنا هالإسلام اللي ألزموني إياها فكل واحده كيفاش لكن أن قضية الإسلام تحقيدة نحن ما نتكلموش عليها تكون الأمور واضحة أنا أكافع الأممية الاشتراكية وأكافح الأممية الإسلامية وأتساءل أي ما معنى الأممية الإسلامية الإسلامية تيار الإخوان تيار الإخوان الذي يريد أن يحاول المتحلق مع تيار السلفي وشفنا دوره في الجزائر مؤخراً عن طريق تركيا تركيا دولة علمانية عندها فئة من المسلمين عملت حزب إسلامي طبيعي دستور عينوس على أن الدولة التركية علمانية لكن يحكمها حزب إسلامي لكن الدولة علمانية القانون الأساسي للدول هو الدستور أحنا دستورنا ينص على أن الإسلام جينا الدولة بأي حق جموعة من الناس جي تحت راية الإسلام وتعمل أحزاب سياسية مستغلة أن الإسلام كوسيلة سياسية للأصول للحكم وإحنا كفارة في دولة في وزارة أحزاب سياسية أحزاب سياسية أنا عندي ابن باديس أو كل ما يعمل ابن باديس أو تبدعى هذا هو مشكلة من يبدعى سمحني نكمل لكبر من الطيار الإخواني الإسلامي الآن يجرن بن باديس طبعا الزوايا الزوايا من تقاليدنا ما كفحوش الزوايا نشوف الآن مثلا في تونس طيب هذا الأنظمة العلمانية نأسألك حتى أعود لموضوع المرأة لماذا لا نرى مرأة محجبة في منصب وزاري في الجزائر لماذا لا نرى مرأة محجبة مثلا سيدة بن حبيلس لأنها كل وحدة حرة نقبل أن مظهر لابد أن نخلق لا 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 لأنه مرأة محجبة سيدة بن حبيلس لا نرى مرأة محجبة حتى في القنوات التلفزيونية الرسمية فما بالك في الحكومات أنا كمرأة محجبة اسمع لا لا أبدا هذا حكم مسبق لا هذه وقائع هذه وقائع سيدة لا واقع لا مش على خطر محجبة ما حطوهاش أبدا فيه مقاييس فيه معطيات فيه أدوار لا 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 الشكل أنا أنا مسؤولين كبار في الدولة صرحوا لي أن الحجاب بتاعي عقني ويحول دونها ويحول كيف أني ما تقولي لي أنا نتحملها أني نتحملها أني نتحملها أني نتحملها والله أنا نخليها لي أنا نقل أنا رأني موجودة أوز دي من حيني ما نروح للخار لما عندوش حجة لما عندوش حجة لأدوح حجة أني دليل القاطع أني أنا شخصيا كمرأة كسيدة صلحي منعت لعدة مناصب بسبب الحجاب لا غير أنا شبحتك في البرلمان أني شحني من واحدة لابس الحجاب في البرلمان شحني من واحدة لابس الحجاب في مجلس الأمة لا تسمحيني لا لأنه البرلمان ينتخبه الشعب ولا تعينه السلطة نحن نتحدث عن المناصب نحن نتقولين لمجلس الأمة يعني فيه نساب الحجاب كون هم أني سالف بالحجاب في المجلس كين نسال بالحجاب معينات من طرف تنترياتي مثلا المعينات غير موجودة أنا نرفض ست آيات صريحة ست آيات صريحة رأي تأكد على نبس الحجاب للمرأة كي لباس شرعي طيب قضي يستطيع الحجاب شرعي طيب لما تجاوز للدستور سمح لي هنا تجاوز للدستور لأن الدستور يقول بني دين الدولة والحجاب وارد في القرآن الكريم يقال بأن حرية فردية حرية شخصية لا يمكن أن نفرد الحجاب على كل نساء هذه ليست ديمقراطية كيفاش أنت تقول بلي ديمقراطية ما تفردش عرية الحجاب ولأني أرتدي الحجاب وأطبق ما هو في الدستور تقول لي نا لا هذا ما شمع أقلي الإنسان اللي حب يوصل يوصل عن جدارة ما هيش ما سألت يلزمني نلس بس الحجاب بش نوصل ولا يلزمني ننحي الحجاب أنا إذا كان المظهر الخارجي يمتاعي اللي بش يوصلني المنصب لا أريد بهذا المنصب المسألة مسألة كفاءة المسألة مسألة مقدرة المسألة مسألة نزاة دور ماضي أنا هذا هو المنطقة متاعي هذا كله جيد ولكن الواقع شيء آخر سيدة بن حبيلس المحجبات اللي لواتي يشاهدنا الآن سيدة بن حبيلس لا تستطيع أن تدخل بالحجاب في النشرات الأخبار في قانون مكاش قانون المصيبة أنه مكاش قوانين المصيبة أنه مكاش قوانين قانون مكاش أنا بالنسبة لي ما هوش موضوع اللقاء جيد ودور المرأة لا نحصره في اللباس سيدة صالحي كلام ماضيقي لماذا تختصرين المرأة في مسألة اللباس وهو حرية فردية والكفاءة جعلت العديد من النساء يصلنا إلى مناصب المسؤولية يعني ما هوش بسببت الحجاب الجنيرال اللي طلعت الجنيرال ما هيش خطر لابسها حجاب ولا جابتها عن كفاءة ومقدرة جيد جيد وعطتك العشرة ما عليش ما عليش وانا حتى هزيد نأكد لك انت عطيتي ميتال على الجنيرال ونقول لك بللي أنني رئيسة حزب اجتهت ودرت حزب وعندي الحشب شعبية الحمد لله ومش الإسلاميين اللي طلعوني بدالي لإني ما طلعتش عن طريقهم لا للبرلمان ولا للمجلس المنتخبة ولا درت حزب ولا هم يحزانون بل أغلبهم مش عجبهم الحال اندار حزب طيط أكديا نعمل هذا هي قضية مش قضية لكن إن شاء الله عندك حزبك فيسكن عندك مصداقية وعندك شعبية إن شاء الله ينتقبوك الناس وتطلعي وتولي حزبك عنده منصب في الحكومة وتطلعي وزينها من يمنعك إذا كانت لديك الكفاءة والشعبية لما نحدث التغيير لما نحدث التغيير أي تغيير هالتغيير الذي نصبه إليه طبعا تغيير في النظام ككل فقط لأنه لم يصل شخص أو شخصين بسبب غير الكفاءة لا تغيير جزائر يجب أن تطور جزائر يجب أن تكون مليحة وفق أشندة الربيع العربي وقوات التي تطلع في الأنظمة وتخلق الفوضى لا 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 هذا مرفوض كلية نشوف المذهب الماليكي نحنا نقتنعو به ونحبوه ونطبقوه وما نحبوش نبدلوه بها لأن لما تعود راح تصير الفتنة في الحالة هذه نبقاه مع الحاكم حتى ولو كان خاطئ باش ما تصراش الفتنة ولكن الأممية الإسلامية التي تتحدث لها سيدة بن حبيلس هي الخطر المحتق الآن بالعديد من الشعوب العربية ما يقدروش عندما يصل الإسلاميون إلى سيدة ما يقدروش لأننا ننوعيه في الشباب نتعنا ران نوعيه فيهم ران نقولولهم نحنا كل شيء بالسلم نحن نرى كل شيء تغير بالسلم قنعني ولا نقنعك صدقني والله العظيم جمعون يا جماعة نصدقوني غير كالناس يتهجموا عليا يتهجموا عليا نحضر معهم بالتي يا أحسن يقول لي وين ويا سيدة مقر نتعك نجي ندخل حزب نتعك إذن يا قضية قضية قناعات قنعي الناس يدخلوا وتقول لك التيار السلافي من أين جاء أنا التيار السلافي والإخواني والمحجبات والمجلبات نحن ما كنا شرحين نهضر على التيار السلافي أو غير أنا موضوع واحد أخر تحبون نفتحه لا يستعملون أيضا المرأة يستعملون أيضا المرأة في الانجابات نحن عندهم منظور واحد أخر ينضرون إلى المرأة لأنها كائن ناخذ في الديمقراطية مثلا قاسر عن ممارسة خليني نجابك علي بالحاجة وتي يقول لك علي بالحاجة يقول لك خلقت المرأة للإنجاب عليها نتقى في البيت لتنجب الأطفال خلينا نقول لك وش قال الرسول السلم أو ما قال العلماء لا نهضروا على الأحزان معنيش خلينا وش قالوا العلماء ردنا على لك قال هذا الكلام حقيقة علي بالحاجة ولا غيره أنا وش نقول لك حتى بالنسبة للنقص نقصان العقل اللي قالوا عليه ورامي تباهوا به ويهضروا به ويقولوا هذا هو الدليل انتعني أن المرأة ما لازمش تكون قيادية وما تخرش وما تدير شما أنا نقول لهم باللي التحليل تعلقاء والحمد لله أنا دراسي هذا تخصص تاعي أن التحليل تعلقاء هذا الحديث ما هوش هذا كاين نوع من النقصان النقص العقلي كاين النوع الفطري أو النقصان العقلي الفطري والنوعي أسمحني بش نعرفيك بأه لا حتى نتحدث في السياسة أكثر من الدين سيدة صالحي سؤال سريحة أعود لكلمة أخيرة قبل قليل أشتي أو أشتي بنساء في البرلمان المنتخبات يعني هذا تغير في اللهجة يعني أنت سعيدة بأدائي هنا قليلات جدا نساء البرلمان قليلات جدا ألا يدفعنا عن المرأة الجزائرية وما تجدنا نموذج مشرر قليلات ما يقدروش يقوموا باللازم لابد من بداية سيدة لابد أنا أقول بكل صراحة أنا الرحب بتواجد المرأة في البرلمان حتى بدينا أحنا أرم النوعية يعني اسمحني النوعية النوعية كاين تتعلم تسمحيلي تتعلم المهم تكون فيه إرادة جاية ما نزد حتى واحد متسيس أنت تعلمتي تكون قالت رجعي أنت يا رئيسة حزب تسمحيلي تكون قال تسمحيلي كاين اللي عندهم تلقاه دكتور وهو أمي سياسيا وتلقاه أمي تعلم ما أكدك وتلقاه مخ سياسيا أحنا الأخوات هذن علش نحكم عليهم مسبقا نعطيولهم فرصة مهما كان ولكن تعرفين ماذا يقول الشارع ونحن نغذي في الشارع خصوصيات نجتمع الجزائي مداثة في أقدامهن وطالبهات الناس محيلة سيدتي ما كسب ما يلزمناش نساء فقط للمصادقة لا 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 شك باش ما تمتروحش الحصا جميع أن نخلي وحدها مؤاحلة ونجيب وحدة نتعلم للبرنامين شرع للأمة لم ينتخبها الشعب هذا معروف لم ينتخبها الشعب في مليح بالانتخابات كانت مزورة 100% والنساء اللي طلعوا كانوا يشريوا عليهم في المينفات أنا كنت في الانتخابات وكنت في الحملة الانتخابية وعلى بالي واشا صراعوا ولي كيفي معايا ما رايحش نكذبوا الناس إذا هنا المرآنتي تقولي خليهم يتعلموا تعلموا من القاعدة أختي؟ مرحبا أرواحوا نديروا لكم التدريب التكوين ونتكونوا ونحن تاني زيدوا نطلعوا ماشي تطلعي شريعة معنتها تحطي القوانين للدولة اسمحلي اسمحيلي حطي قوانين للدولة حطي قوانين للدولة تبدأ قريبا من القاعدة وتبلغ انشغالات القاعدة وفي حقوقيين يبلوروها في قانون أنا نتحدى وفي مكة قانونية تدخلي البرلينة تعرف تشرعي اسمحيلي في قانونيين دي سبيسياليست فيهم اختصاصيين البرلماني لابد يكون نازيه لابد يكون قريب من انشغالات الشعب لابد يعرف يبلغ انشغالات الشعب داخل البرلمان وهذا غير موجود يا سيدي يا سيدي أنا نعرف نساء في البرلمان وهم يشوفوا فيها واخوات عرفتهم مناظلات في الجمعية متاعي في القاعدة وفي وقت الشدة ووقت لي كانوا الناس مخربين وجوههم ما كانوش هما رئيسات أحزاب ولا كانت كلها امشي للقرية باش تحسي نساء باش يساموا في الانتخابات الرئاسية متاع 95 وقت لي لجي اياه قال اللي انت خب نقطع له يده ونقتله كانت نساء هذو كتمشي من دشرة لدشرة وتوعي في الناس اليوم طلعت في البرلمان لذا اليوم انا ما اعتبرهاش ماهيش في مكانها الدات ما عليها وراهي في مكانها هذا كلام منطقي جدا تقول لك انه لماذا الاستهانة بدور النساء تحت قبة البرلمان ويتعرف العديد من الناس نعرف عدد كبير نعرف عدد شادة وشادة تقول مناديلات طبيبات وراء قانونيات وغيرهم نساء عاديات نساء مستوى باكالوريا مستوى مناديلات مناديلات طيب وش معانتها تحسس المجتمع بغد النظر كيفش حستوش من موضوع انا مش هذا نقاش تعنا لكنها تعرف تهضر مع الشاب تعرف تهضر معه تعرف تجيب انشيغالية تنتاعه تعرف تضرب على الطاويلة وقول لازم يدي حقه بس حكاينو حينو عندهم مش علاقة اما انها جاب لها زوجها باع الميلة في انتاحة ودرك ممنوع عليها انها تخش تهضر مع الناس ولا كون يدقتقوا عليها في الباب وممنوع عليها تحلموا داوامة سمحيلي ان اقول لك الواقع سبحان الله واما انها تكون اصلا هي راح تبعت الميلة في انتاحة وطلعت بطرق غير شرعية لا هذه احكام خاسية ربما سيطة هناك عمبلة اخرى شيء لا تعرف لا نقسم المؤسسات لا نقسم المؤسسات اعتراف دولي اعتراف دولي ونعرف انا لا اعترف بهذا الاعتراف تسمحيلي بالعكس تبدأ عندك معطيات تسمحيلي بحكم تجربتي المتواضعة انا عندي معطيات دولية لانني نجول في العالم ونشوف على ان المرأة الجزائرية على ان الجزائر راهية دولة مؤسسات قوية نقول لك بكل صراحة التصريح عملوها يعني مش بالتصريح جا من واقع مش حبا في الجزائر مش واقع الكمية موجودة والنوعية مش موجودة شكرا لكم سيدة بن حبيلس الوزيرة شكرا لكم لا يطلع الجميعية انتهى الوقت سيدة بن حبيلس الوزيرة السابقة الحاصلة على جائزة الامم المتحدة في المجتمع المدني سيدة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان شكرا لكم مشاهدين الاعزاء شكرا لكم انتم ايضا على المتابعة حتى نلتقي غدا ان شاء الله في عدد جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله